المدمن ده المتعاطي ده ما بيحسش انه بقى انسان تاني خالص بعد ما بيدمن الحاجات دي ده تلاقيه مش حاسس بالدنيا ولا فاهم حاجة غباء طبعا وحاجات غريبة انا بياخد بقى الكريستل او الشابو او الايس اولا الولد او البنت دي بيجي لها الطاقة خير عادية طاقة غريبة سخونية في الجسم ارتفاع في الضغط زيادة في دقات القلب فلو عندهم مشكلة في القلب القلب هيوتوقف طبعا لو عندهم مشكلة في الضغط او شريان ضعيف هينفجر ويحصل نظيف داخلي ويتوفاه الله ساتر يا رب حرارة في الجسم كل دوت بيحصل مع طاقة وقوة بدنية بيشعر بيها غير عادية مع تنبيه لخلايا المخ بالتركيز والانتباع وعدم النوم لمدة 3 ايام يعني هي في الاخر كلها طاقة مدمرة لسه بقى ما اكمل تلكيش الطاقة والقوة البدنية اللي هو حاسس بيها ما انا كويس ان انا بقاول لكن مع عدم القدرة على السيطرة عليها او ادراك اللي انا بعمله في ازاي افرغ هزيه الطاقة فتكون النتيجة انه يعمل ايه يا هيضر نفسه يروح ناط من بلكونا يا اما يوقف قدام عربية فاكر ان هو هيوقفها حاسس ان عنده طاقة بيتحاول يفرغها ومعندهش قدرة على الادراك ومعندهش قدرة على السيطرة والتركيز والتفكير بيتوقف فانتي بيبقى زي الطور الهايجي اللي مش قادر يفهم صح فعشان كده تلاقيهم بيعملوا حوالات ساعات ساعات بيقتلوا ايه بقى مثلا واحدة مدايقة خطبته وصابيته لا 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 راح راحي مموتها ما هو مش شايف فقه لا 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 مش خطبته واحدة ما يعرفاش خالص مفيش حاجة بينهم كمان هو بيفرغ طاقة هو لا يقصد الانتقام ده أصلا ما بيفكرش المخ بايز المخ خالص ويف مع طاقة غير مسيطرة عليها مع اندفاع وتكون النتيجة الكارثية ايو على شفنا شفنا بقالنا فترات كتيرة اللي بيقتل امه اللي بيقتل ابو واللي بيقتل اخوه عشان ياخد فلوسه واللي بيقتل واحد في الشارع واللي بيقتل واحد في الشارع عادي كده ويمشي ماسك راس واللي يتبح ماسك راس وما ده ده الادمان ده مخدراته ومش شايف يعني هو مش واعي ولا فاهم احنا بنشوف فعلا حاجات غريبة بدليل المخدر الغريب اللي بتحطوا المبدات الحشرية والحاجات دي